ونتحول إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية ففي ضوء التواصل المستمر لمتابعة موقف أبنائنا في أوكرانيا عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم لقاء عبر تطبيق زوم مع عدد من مؤثلي الجالية ومجموعة من الطلبة الدارسين بالمدن الأوكرانية وفي مستهل اللقاء قامت نبيلا مكرم بالإطمئناني على أوضاع الجالية المصرية والطلبة المصريين في مدينتي سومي وخيرسون وذلك بسبب توطر الأوضاع في هتين المدينتين وجددت وزيرة الهجرة التأكيد على أن الحفاظ على حياة أبناء الجالية المصرية له الأولوية القصوى كما شددت على متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار توجيهات بدراسة موقف الطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على مستقبلهم العلمي في ضوء ما تشهد أوكرانيا من تطورات في الأحداث الرهنة